أهلاً وسهلاً بمتابعين الغليل إزايكم عاملين إيه؟ معكم وفاق السلامة نهاردة هقدم حلقة معيكم فيديو خفيف إن شاء الله مش هطول عليكم بالنسبة لسؤال جيني فكان حب أرد عليه عملياً كده وزي ما انتوا شايفين كان حد بيسألني أفضل أنواع الحلل بالنسبة لتجربتي الشخصية فأنا هقولك استلس طبعاً حلل الضغط اللي هي الاستلس ممتازة جداً جداً هنطلع نتكلم بعد كده على أنواع الحلل ومنتجات وموديلات كتير بس مش في الحلقة دي حلل الضغط دي حلل سنة بريستيز أنا طبعاً جايبها مش من هنا دي من عمان وليها تقريباً 12 سنة وشوية دي ركنها لإني كنت جايبها أنا لما بلاقي الحاجة كويسة جداً أبجربها مرة و 2 و 3 و 4 بعد سنة تقريباً لما نزلت تاني جبت الحلة دي قلت أشلها بس الحلة دي ممتازة جداً كخامة و كجودة وكانت كمان كسعر تقريباً يعني أنا مش فاكرة سعرها بالظبط بس كانت حلوة قوي طبعاً لما تجيبي ما تجيبيش الألمونيا نصيحة مني في حلل الضغط لأنها بتغمأ بعد فترة أنا كنت في القاهرة مرة اشتريت حل الألمونيا حل الضغط يعني الألمونيوم آآ نا هي كبيرة آآ كبيرة ما شاء الله تقريباً يعني بتاخد أربعة لتر فحلوة جداً مش وحشة بس مشكلتها بقى يا جماعة إنها ألمونيا هي منقرتش ولا أي حاجة بس هي بتغمأ عايزة مجهود في الدعاك أما بالنسبة للحلل الثالث فنصيحة مني لأ جيبي الثالث وإنكي هترتحن طبعاً بيجي معاها جوان اهو زي ما انتوا شايفين وبيجي معاها كمان اللي هو صفار اللي هي بتاعة الأمان زرار الأمان اللي هي زي دي كده بس أنا ما فتحتش بصراحة كيس بتاعة أنا فتحت كيس الجوان هو كان بلتيس بتاعه اهو بلستيز بصوا ده حتى قديم يعني ده سنوات مخو الله ده أنا وانا بقلب قلت لأ لازم أطلع واعمل اي الفيديو وعمل شوية ما يبقاش زي اي فيديو تادي بصوا زي بتتقفل بكل سهولة وتحط السفارة بتاعتك هنا ودايماً لما تيجي تنظفي من وقت للتاني في استخدامك في الحلال بريستو تجيبي بتاع الأسنان وتروحي ايه عاملة كده يعني حطاه في الخرم الصغير ده هتلاقي انه ممكن يبقى مزدود في مرة يعني شهر واثنين وثلاثة من الاستخدام بتلاقي الخرم ده ممكن يبقى مزدود في اي حل الضغط اعملي الحركة دي وهنا كمان يعني بالتوسبكس كده دخلي وطلعي مرتين تلاتة واغسليها هتبقى زي الفولد ده بالنسبة للبرستين شايفين حلتي القديمة طبعاً القديمة تحلى دي طبعاً انا شايلها بصراحة مش هحتاجها دلوقتي خالص اهي دي حلتي اللي بقولوكو عليها يعني فيه فرق ما بين الجديد والقديم طبعاً يعني هنحط القديمة وراه هنا اهي شايفين اللمعة لسه جديدة يعني ما حصل لهاش اي حاجة اما بالنسبة اللي بتاعتي لا هي حتى تقيلة ما شاء الله يعني تقيلة شوفوا ليها اكتر من 12 سنة دلوقتي يعني انا عول ما لقتها بصراحة واستخدمتها انا قلت اجربها يعني بس لقيت كخامة وكجودة ممتازة اما بالنسبة للي هي جديدة قلت لا انا هشتري كمان لبنتي لان الحاجة لما بتعجبني بروح جايبة ايه جزء تاني حتى في الاجهزة الكهربائية سوى مونيليكس او براون او اي حاجة الحاجات دي لما بلاقيها وانا مسافرة كنت بجيب على طول قطعة وبعد كده استخدمها عجبتني اجيب القطعة التانية تاني مرة ان شاء الله فيديو النهاردة هنا الاعجاب وما تنسوش الفيديو بتاعي الصغير من اللايك وشير وسبسكرايب للقناة بحبكم في الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة